السياسي مانا الشغلة عاطلة يعني شغلة منيحة بس السياسية الناس عاطلين ممكن غير الإصابات كان في محاولة قتل ما أخذنا السم الكافي يقتل يعني نحكى أنه قوات لبنانية كيف تعرف عليك العمادان؟ المحطات المهمة بكل مسير تلك السكرية يوم 13-20-1990 وين كنت هنهار؟ قتلوا كله النهار دولينا العاشية ما حدا وصل لنا ليه ما حدا أعرف عليك؟ لأنه ما أدروا يشاهدوني صلحت مع السوريين يعني أملت هذه المصالحة الشخصية؟ بصاروا بره البلد بطل عندي مشكلة ما هون اليوم العماد عود منه بنسبه لك؟ إذا بدك توصيف اللي هيك برتح لهو قاعد جيس سيبي إذا بكرة جبران بسير عمراء الشمهورية شو بتعول؟ شو بسير بالبلد بكمل نزول لأنه هو سبب أساس من اللي صار بالبلد عميد صحيح اشتغلت سياسة وترشط على الانتخابات وعملت نايب بس بعد واس نقول شاميروكو سدغل منقول الجيش اللبناني شو أخدك على الجيش؟ ليه اخترت الجيش بالأساس؟ لأنه ما فيه أفضل من الجيش واحد يختاره خاصة اني ابن منطقة جبالية ابن هيك بيئة قاسي لحد ما بقى كان الجيش خياري مع أنه ما فيه حدا من عائلتك للجيش بقى بهذا استرت بحدا يعني شو استرت معرض عملوا المغوير بالمدرسة بقى استرت فيه من وقتها حطيت الفكرة براسي وكمان بس نقول شاميروكوز مش بس نقول جيش مقول مغوير يعني وفي صورة معقول كنت فريت على الجيش مش هين مغوير في صورة نرسمت لك انه شاميروكوز مع حفظ القلب أكيد هيدا المبرد عحدا وبيسكر خطو وبيضحاش وكمان بعيد عن السياسة وحسابات سياسيين وجعت رحت عالسياسة كمان بعدين لا هو بالمبدأ لا بيحكي كتير ولا بيسمع كتير بالنتيجة بيشتل شغل يعني مثل ما لازم ينشغل رحت عالسياسة بالأساس اللي كان عسكر ولا سياسي ولا اقتصاد ولا شو ما حكيت هو عن مسار الخط الوطني بقى خلصت الحياة العسكرية استكمال الحياة العسكرية تبرت انه وطنيا انه بيروحوا باتجاه السياسة انه بيقدر يعمل يستكمل اللي بالشو بالحياة العسكرية انه كانت في أكيدة فيه منطبط وخطط بس بالمبدأ انه السياسي ما انه شغلة عاطلة يعني شغلة مليحة بس السياسيين ناس عاطلين ممكن يعني مرحلة كبيرة من من تجربتك العسكرية العسكرية كانت بالحرب وتصبت أربع مرات بالحرب صح؟ صح وان كانت الإصابات وبعد فيه يعني فيه أثار إصابات اليوم انه فيه فيه شزايا بعدهم بيضل قريحة يكونوا من انك تشيلهم مش مشين الزكرة مشين الأثر طبعهم يعني بالجسم أكيد إصابات عن السم يعني لأسباب عسكرية كمان بالحرب كانوا بعدة مناطق انه منهم بالضاحية منهم بسوء الغرب منهم بجدادة بعدة مناطق ومن إصابات من لبنانيين أو من غير لبنانيين؟ هون شركة ما تقدر تعرف ما فيك بس أقول إصابة نشوف الأزيب منان جاي لا بس حسب الحرب ضد مين كانت المعركة؟ انه ضد الكل بنتيجة الجيش اللبناني كان كل هالفنطرات من 83 إلى 2015 2016 كان هدف لكل المجموعات المسلحة اللي كان إرهاب اللي كان ميليشيات لبنانية اللي كان مجموعات سورية وفلسطينية كل العالم كانت مشاركة بال غير الإصابات كان في محاولة قتل سممولك بالقهوة بالسم باللهوة صح كيف صارت هالقصة؟ وين كانت؟ صارت بضهر السوان كنت أمر سريه ومعي ضباط وعسكر إنه كانوا يعني يحطوا السم هو ميلانج اللي كيد ما ما بتايد التكشف يعني يحطوه بالقهوة أنا ما قدروا حطوه كفية لأنه اضطرنا الروح مهمة أنا وضابط تاني كان معي الضباط العميد فادي داود والعميد داني خواند ما اضطرنا الروح مهمة معدوا اضطرنا الروح مهمة ما قدروا حطوهون ما أخدنا السم الكافي اللي يقتل يعني أكيد هار شعرنا وضفير وقصص اللي بتصير بيسم المواد المثل هايدي واللي تسمم لك اللقط؟ مبدايا واعترف يعني معروف معروف الخبرية في ركبت يعني لك كان بوقتها نحكى إنه القوات الليبنانية هم اللي كانوا بيسموك ليه؟ ليه شامي الروكوس؟ إنه هلأ بدي واحد يحكي عن حاله بإنه بالنتيجة وهديك الفترة إنه كان فيه هو هيك معروفة على الأرض وموجودة بأوة أكيد المغوير كان هنه رأس الحرب بالحرب اللي صارت بكل حروب اللي صارت إنه الوحدات الخاصة مغوير أو غيرهم اللي طلعوا بعدين المجاوئة لو مغوير البحر إنه رأس الحرب بالعملية الخاصة شي طبيعي إنه كانوا يستهدفوا الإيدات طبع الفوج كان صحيح أنت عسكري بس كان عندك خط عسكري كمان للوصول لقائد الجيش العماج مش هلعوب بوقتها كيف تأمن هذا الخط عسكري؟ ما عندي خط عسكري ما أنه خط عسكري بنتيجة فيه شغل كان عم بينطلب بالحروب غير بالتراتوبيات بالحروب اللي اللي بيكون عنده إذا بدك خط عسكري أسرع هو اللي بيكون بيصد بس كانت وقتنا ملازم كانت ملازم أول ونقيب بهذه الحروب عم بيحكي مع عماد بس كان ينطلب مهمة أن ننفذها بسرعة بس كيف برزت وكيف تعرف عليك العماد عم بالحقيقة يعني عوقت كتير تكون تعارف هديك الفترة تعارف خارج عن إطار المألوف يعني أنه تكون عن تعمل شغلة خارج عن إطار المألوف أنه عندك مهمة بتنفذها بالمبدع العام أنه واحد اثنين ثلاثة أنه المهمة طبعا تزيد عن العيار نتفي يعني كانت تبايني وكأنه مجموعة هاك فيتحة عمخة بس هو مش هاك بالحقيقة الزيادة تندفاع من العسكر والضباط هو اللي يعطيك هالانطباع وهكي عرفع حقيقتها وصار يطلب منها مهمات مباشرة بس أنت من اللي بيروحوا أكتر يعني بيطلب منه مهمة كان يروحوا أكتر بكتير مراحل لا مش بيروحوا أكتر قد ما لازم ينراح يمكن بيفكروا بيروحوا أكتر لأنه ما بيكملوا المهمة أنا بسمع كنت أسمع من قضاءت أنه كانوا يكلفوك يطلبوا منك تنفذ هالمهمة مش ما يطلبوا من غيرك لأنه بيعرفوك ما بترد أحدا عنه بتروح للآخر بتعطي أكتر من يمكن المطلوب منك في هالصورة المهمة لازم تتنفذ يعني اللي عملتنه بسجن رومي مثلا لا بتاخد كل احتياطاتك بشكل إنك إنه تقدر تطبط في السجن إنه الناس يهربوا من السجن أو يكسروا السجن أو يطلعوا بتعرف شو من الموجودين يعني بالسجن ما إنه موضوع هاي إنه بدك تاخد المكسيموم تطبط للوضع مظبوط يصير انفلات وأمور تأثر على النظام العام يعني والجو العام بالبلد بس شلحت البدلة عميد ضلت عندك هالأسوة أو يعني الضابط هالأد بس يكون منغمس بالجيش إذا شلح البدلة خلصت أو بيضل لبسته البدلة بمطرح؟ الروح بتضل هي ذاتها هي الشخصية إذا سحبت الروح منها راحت الشخصية كشخصية بالعكس حتى لو كان عكس السعر أو لازم تضل الروح موجودة بتضل الشخصية موجودة وإلا بيكون في شي غلط يعني وإلا بيكون الفترة السبب تكون كنت عن تمثل فيها أو عن طيقة تلعبها دوار بالعكس نعم المحطات المهمة بكل مسيرتك العسكرية يوم 13-20-1990 وين كنت به النهار؟ كنت بضهر السوين الشليمار الدوار هالمنطقة اللي دفاع شو صار؟ خبرنا عن هالنهار وهذا نهار كنتوا مستعدين له كنتوا عارفينين راح واصلين له؟ بالحقيقة نحنا يعني أنا أعجو المغوير كنا مستعدين له لأنه وصلنا عمر العمليات السورية وعرفنا أنه راح يهجمه ب13-20 من هيك ما كنا نايمين بالسكان كنا نايمين كل موزعين على كل المناطق يعني من برمينا لدوار لفوق بالمنطقة العسكر ما كان بل بالسكنة من هيك بس طلع الطيوران الصبح وبلش الضارب أنه ما كنا ملبكين بالموضوع لكننا عارفين شو راح يصير عملنا اللي لازم نعمله أكيدة تصدينا للأول كانت مهاجمة حوالها أكيدة عرفنا أنه العماد عون سلم الإيادي للعماد الحهود كيف تلقيته هيك خبر كبير مثل هيدا؟ تحت الأصف والضرب مواجهت اللي مجيين علينا يعني مهمني أنه تغيرت لي يدي راح الجنرال عون إجي جنرال الحهود بالنتيجة جيش أنه ما عندي مشكلة بالموضوع بس أكيدة جنرال عون ما كان قائد جيش عادي ما اختلفنا بس أنه هك صار وصلنا لهيدا الحد بالنتيجة بدك تواجه ناس مجيين لك بدون يقتلوك يعني أنه الجيش السوري ما كان جي يلعبنا خاصة أن نحنا كمغوير بقى كانت المواجهة كله النهار حكيني الرئيس الحهود كذا مرة قالت له أنا بأمرت القيادة بس ما رح خلي السوري يوصل علينا قال لي ما تخليهم وأنا ببعط لك ضباط يعني أنه كان كان يجيبي مع كثير الرئيس الحهود وأكثر أنه بعض ضباط ضلنا العشية أكيدة في شهداء في منصابين قاتلوا كله النهار ضلنا العشية ما أحد عوصل لنا لمحل ما كنا وأجيوا الضباط اللواء سؤال الخوري والعميد وليام جلي وليام جلي أجيوا ومنتهى الموضوع هون يعني لا أقربوا السورية علينا بس بوقتها في ضباط توقفوا ورحوا على السورية من عنا لا لا من الجيش من الجيش صح ليه ما أحد أقرب عليك لا أنا ما أدرو يشوفوني بس لاحقاً طلب يشوفك غزيكين عنه وشفته مظبوط ليه طلب شخصياً يشوفك لقلك حسب قوله يعني أنه كان معجب بمجموعة ضباط موجودة بالجيش أنه كيف هم تشتلك كيف كذا أنه طراها معنا بس أنه بنتقى هكي تواحد يحكي ضميره والتاريخ أنه كان إنسانك ليق مهزب استقبلنا بطريقة كتير منيحة يعني حكي معنا حكي حكي من كل شي على كل الناس يعني كل واحد على الجيش على الضباط على الإيدات على الأحزاب أنه كل واحد شو دور لأنه كان تجلس ش ساعة ونص وعطانا رقم تليفون وإذا بدنا شيئاً ما كان هو هذا التليفون برد عليه وفي الليلة أنا كان بدي سفر على فرنسا سفرت على فرنسا بس هذا اللقاء الوحيد اللي صار ما تكرر لا لا ما عملت علاقة مع السوريين لا لا ليه؟ غيرك عامل ووصل لمراكز عالية أنا بالنسبة لي ما يعني كان بيهمني الجيش أنه بالنسبة لي كانوا محتلين البلد وخلص هون هيدا العنوان بيكفي بيهمني الجيش كان وضلت بجيش يعني أطعت من كل قلبي حتى تحت الاحتلال ما كان في مشكلة لأني كنت ماتنا عنه يوما ما رح يرجع الجيش ورح نرجع نقوم بالبلد من خلال الجيش اللبناني تصلحت مع السوريين؟ يعني أملت هذه المصالحة الشخصية؟ بس صاروا برا البلد بطل عندي مشكلة معهم المهم أنه صاروا برا البلد تصلحت بالمباشر وبالفيزيك ما ما يعني أنه شفتهم لا ما عندي هالعلقة بس أطاع بس مرحلتك بالجيش غير الحرب ما بعد الحرب كان في قسم كبير للبلد تحت احتلال كيف كنت تتعامل مع بالنهاية بيجي أمر ما كان بس يجي أمر من إيات الجيش يجي أمر من السوريين كل الأمر يجيني اللو نخلي إيات الجيش تعطينا أمر ما في شي اسمه أمر خارج إيات الجيش عندي حتى وقت اللي كانت يجيني شي مسلا عمالي زيارة لحدها أو خلي عادي الجيش يعطيني أمر تأمل زيارة دورات ما رحتوا لما تعطيت بالموضوع خلاص مركز على الجيش من الجيش اللبناني وخلاص بالنسبة للباين احتلال الجيش اللبناني بتتعامل معه من خلال المسارات بقلب داخل المؤسسة العسكرية وبس هيدا رأسي هيك مسكروا على هيدا المنطقة وعيدا المؤربة بس أيام بس شخص يلحق حزب أو زعيم أيام بخيب أمله بالجيش ما خيب أملك ولا مرة من إيادات الجيش ما لحقب حدا لحقب المؤسسة العسكرية خيب أملي أكيد خيب أملي لأن المؤسسة كانت تعطي أكثر منها كتير وأحسن منها كتير شو ما نعط عطي؟ ما نعط عطي الأشخاص بيتصرفوا غلط أو بيتصرفوا أقل كنت عم تقول لي هديك ساعة كنت تروح للآخر وبتتصرف أقل نص الشغلة ما بتكمل الشغلة بتضل نص بدون ما نفوت بالأسماء في ناس بيوصلوا لإيادات الجيش بدون ما يكونوا يستهلوا هالمنصب؟ أكيد أكيد ما أنه سر يعني معروف يا أساسا بالجيش بيعرفوا والمدنية بيعرفوا هون بلد مكشوف أنه كل الناس معروف في شخصيتها وعطاءاتها وإدرتها وترخلها إذا بدك وحماسها للموضوع وكفاءاتها كله معروف يعني كل واحد عنده تاريخ وسجل أوقات بيجيبوا الواحد أصد ضعيف تا يقدروا يشتغلوا يتحكموا فيه أوقات ما بيجيبوا الاوي كمان تا يقدروا يشتغلوا يتحكموا بالشغل اللي بده يصير ما بيجيبوا واحد أوي لأنه بيخلق لهم مشاكل وقصص كنت بالفاتة الحرب على خصومي مثل ما قلنا مع دولة البنية بس ما زلت طوالة مرة معراب بعدين صح؟ نعم ليه؟ ما صار في مسعى ما صار في مبادرة منك مبادرة منهم ما صار شي من هذا يعني ما أنه موضوع أنا بالنسبة لي موضوع قصة الجيش والأحزاب ما أنه موضوع شخصي موضوع مؤسساتي بس ما صنع من هذيك الفترة؟ الحزب لويتهم هم تحكي بالوضع السياسي الوضع السياسي ما أجل ظرف ما في ظروف يعني ما كنت كتير مبسوط بشي اسمه التفاهم أو التحلل ما كنت مؤيدين وسيء التفاهم معراب يعني؟ لا ما كنت مؤيدين لأنه ما أعتبر أنه اللي استشهدوا واللي ماتوا هن جيش لبناني وهن هن أهالي وأعيل وكزا موضوع منه سياسي كان موضوع عسكري بامتياز ووصل للحرب اللي صارت هلأني إذا كان فيه من إذا بدك تلاقي أو تطوي صفحة كان مفروض أن تطوي الصفحة مع أصحاب الصفحة الناس اللي ماتوا أهليون أنه يتلاقوا مثلا بالديس أعتبر بالكسليك أو بشي محل أو بشي لكاء واللي بدوا يعتبر حاله أنه عطاهم حقهم بدوا يعتذر منهم بدوا يعتذر من الناس اللي ماتوا واللي استشهدوا واللي أعيقوا عندهم إعاقات كل الأضرار اللي صارت هكي بيلحموا إذا بدك مجتمع أو بيلحموا جو مش بيلحموا بكي بيقسموا المصالح بينتهم بس قلت هالشي بوقتها قلتها إيه أكيد قلتها أكيد قلتها أكيد أنه أنا ماني مقتنع بالخبريات أنه هاكي صفحة تنطوي بدون ما هاكي مثل ما بقولوا يدملوا الجروح طبعا شو جاوبك وقتها ما حدا بيجاوب ما عندهم مشكلة ما عندهم مشكلة تطوي الصفحة وفتحوها وطويوها وفتحوها ومرتحين يعني وبعدنا عايشين بهذه الأزمة من وقت ما زهرت أسميون لحد هلأ بعدك عايش بأزمة قوات وطيار وانه هلأ بعدين برم الطيار بس داخليا عملت مصالحة مع القوات ولا بعد عندك موقف لا لا ما عندي موقف ما عندي موقف منها ما عندي موقف ولا فئة لبنانية إنه بالنتيجة حرب وصفحة وقفت وانطويت بس إنه كان الأصلي بالموضوع إنه كان لازم يطوي على نظافة يعني مش عما صلحة شي مرة شفت سامير جعجع هو بسجن ويزار الدفاع لا يعني لو عم بعيد لا لا ما كان عندك حشرية ولا مرة يكون هو عم يتمشى ما كان عندي حشرية ولا بدي فوت بهالموضوع لأنه كان الظرف إنه في احتلال وكذا إنه نوعا من الهاكي إنه مبسوط في إنه بالسجن لا مش هيدا ظلم برأيك سامير جعجع؟ بسجنه؟ إنه ليه الوحيد بين كل اللي شاركوا بالحرب من السجن؟ إذا خطها من هاي الزاوية إيه بس إنه من الأمور اللي صارت مع الجيش إنه ما بعتبر إنه يعني اللي بيعمل قصص مع الجيش أنا بعتبر يعني خطوط حمرة الدق بالجيش أو محاربة الجيش أو تهجم على الجيش أو كذا كل ما بعتبرون خطوط حمر لأنه الجيش لكل الناس وعطى كل الناس ومنه فئة لفئة عم تصارع معهم للصراع يعني بالعكس عم تصارع معهم لبناء دولة لبناء مؤسسات لديفاع المؤسسات تصارع معهم ع وظيفة أو وزير من هون أو نايم من هون هاي الأمور هلأ ممكن يكون في ناس في الجيش راحوا بالاتجاه السياسي صاروا يسموا سياسيين بس ما بحيث في الجيش ع تصرفاتهم كسياسيين بحديثك بجريت نداء الوطن مع زميلة نوال ناصر كنت عن شغلة كتير مهمة وفي 14 أذار ما سمي بوقت حرب التحرير كنتو المعركة راحين على المجلس حربي يعني كان الهدف القوات لبنانية شوية صارت الهدف السوريين صح خبرنا عن ذيك المرحلة ولا يتغير الهدف هذيك المرحلة كان يعني بلش تهيب 14 شباط و14 شباط وقفت الحرب وصار فيه إذا بدك هيك تطريت أجواء نوع من وحدة وحدة مسير ومصار داخلية بس هالواحدة كانت واحدة كيذبة لأنه اشتغلوا علايا وكل واحد بلش يحفر للتاني ومن بينات الأصف على بيروت والأصف مبارف كل هالأمور إنه ما بدي فتح جروحات بالموضوع بقدر ما بدي حط الأمور بنصابة إنه مضبوط وقت اللي صار هالغلط رجع عرر إنه لازم تستكمل اللي كان عم بيصير ب14 شباط كانت هذه المهمة بيروت هلأ أرفه السورية أكيد وقلت بالموابة لأنه في علاقات كان بين القوات والسورية خبرنيها غازك نعم أرفه فتحوا النار اضطر الجيش يسحب قواته لتسكر الجبهات عن جديد وصار اللي صار أعلنت يعني بدل ما تكون الهجوم أكثر أعلنت حرب التحرير وهذه الحرب بقيت سنة بس هي حرب بوقتها اعتبروها عباسية نعم تخط حرب أكيد ضد محتل بس حرب خسرانة سؤال هادي بس كنت مع هالحرب مش مع مش مع ولكنتو هالأتفيتين بالنصر ما كنتو تقشعوها هلأ سنتو عم تقشعوها من بعيد يمكن أنه أكيد يبدأ اكتخدها بنتيجة ومسارها للحرب مسارها أنه ما وصل لنتيجة ونتيجة كانت مدمرة للجيش اللبناني لأنه تكلفت شاهدة كتير وعسكر كتير والنتيجة العسكر معد كله معد يقدر يلتحب مراكزه من وراء المرور على الحواجز السورية وكلفت الجيش اللبناني كتير أكيد واللي سمي بعدين حرب إلغاء كمان كانت حرب طبيعية يعني بالنهاية قصمت المناطق المسيحية وخسرت بالنهاية المسيحية الحرب كمان هالحب لكن بهذا الجو أخبص ناس هن المسيحية لأنه كانوا تخبصنوا على بعضهم أنت عم تعمل حرب تحفير وهو يعني يدرب فوت كيف بده يترك من تاني مال وصلنا لمرحلة أنه صار فيه جهوزية من مالة عن جديد لأنه مرأة سنة الجيش عم بيتدمر والقوات عم بيتدرب ويتحضروا وما حدا يقل لي لأ أنه أنا بعرف أنتدربوا حوالها بيوتنا ومناطقنا يعني بعرف هذا الجو كانت الخبسنة أنه تحضر معركتها تضرب الجيش أو الحكومة العسكرية أو السموة الحالة العونية اللي بدك يسميها وبالوقت زيته الجيش كمان ما كان مرتاح لهم خاصة آخر فترات ما كان جاهز لهم أو الطريقة اللي كان جاهز فيها كانت هيك ما دون الوضع اللي كان موجود رجعت دابا كنت بواحد وثلاثين كنون تاني ولل الصرفي بدي لك بلشت معي رجعت كمان كيف كنت نازل بي سريع حد بيت المستقبل تكمل على الأوتوستراد طلع لان أرصاص هونيكي دوري ردانا برصاص وطلعنا ع بيت المستقبل وبلشت الماركة من هونيكي بتقول هلا بس ترجع تسترجع كل اللي صار معك خصوصا بفتلة الحرب بتقول نيحل تطلع الطيب بدنا هي كم حدا من أصدقائك بس من نتيجة في غيري مات كمان أنا ما بحمل إنه أنا طلع الطيب كنت تستاهل المعارك الحدوة أكيد ما بتستاهل كنت معارك على السلطة يعني تبينت إنه كلها معارك على السلطة وتبينت بعدين بالأساس نحنا كنا نحارب لدفاع عن مؤسسات مش على السلطة عن مؤسسات الدولة يعني بشكل عام مش ندافع عن أشخاص يعني أو السلطة الأشخاص ما كنا نعرفهم بالنتيجة إلا طرفنا عليهم أو التعاطي معهم كان من خلال الجيش والمؤسسة هذا الخط العسكري اللي كان سمني خط العسكري بينك وبين العماد العون من ضل مع العماد الحود بعدين أو صارت رجعت للترطة؟ لا غير شي بس العماد الحود أنا هيك قلتها وبرع بولا إنه بدي أعرف إنه كل فترة اللي كان فيها أي جيش إنه أنا عم بحكي على المستوى الشخصي إنه وين كان عندي مشكلة أو وين كان عندي قصة أو أساساً ما أني متطلب أنا ما بطلب شي بس بس كان هيك شايفني بعين مختلفة إنه كتير بقدر هيا الموضوع على التاريخ ألب والرئيس الحود ما أنه بالسلطة ولا أنه موجود ولا بس إنه أنا هيك أخليتي بطلب إنه أقول إنه كان وقتل في عندي شي يوقف يوقف حدي اللي قادة الجيش اللي كانوا بفترة يعني كان يحتضننا كضباط إنه معروفين عطينا حالة العونية عطينا لون معين كان ينتبه لهذا الموضوع الضباط اللي يعني تولوا إيات الجيش بالفترة كانت فيها حضرتك بالجيش عماد جان أهواجيل قبله عماد مشيل سليمان عماد الحود عماد عون عماد إبراهيم طنوس عماد فيكتور خوري صح في غيرهم هؤل كانوا قادة الجيش على وقتك لا ما بدأي إنه وياه مين الأفضل؟ هلأ ما ما بدأ حط مفضلات إنه نتيجة كلهم مرأة وقت جيش ما بدأ حط مفضلات بنياتهم طابت ومرأة وعليك كلهم هؤدي مين كان الأفضل من تولى قيادة الجيش؟ قلتلك عن الرئيس الحود عليك فيه نتيجة بدأك أفضل ما بدأك تشوف الشخص وين مرأة الظرف اللي مرأة فيه هون كان فيه سورية هون ما كان فيه سورية فيه فرق فيه فرق بينات الموضوع إنه العماد عوجه إنه شخص بعرفه لأنه كان على الأرض وأنه شغلين نحنوية على الأرض يعني فيه معرفة شخصية إنه هيدا موضوع مختلف أكيدة إنه وقتل كان فيه مهمات إنه كان يعطي كان يعطي أمر يعني ياخد ضرار بالموضوع العماد عون تعرف إنه علاقة فيه هادي هالأشخاص اللي كان عندي علاقة مباشرة فيه هون هو أكتر شي العماد الحود، العماد أهوجي والعماد عون أرابتك من العماد عون حرمتك تعمل قائد جيش؟ ما بعرف إذا أرابتي ولا عقليتي ولا شخصيتي أول اثنان؟ أول اثنان معقول ليه؟ ليه عقليتك؟ ما كل واحد اللي هو طبع شخصيته وكل السياسي كل مرحلة هني بيبقوا بتطلب منه شخصية مختلفة إنه كان خيار إنه يمددوا وقته مددوا بس حاول جدياً اللي عماد عوني يوصلك لقيت الجيش؟ أو برأيك ما حاولك فيه؟ صراحة؟ برأيي ما حاولك فيه ما بدي يفوت بالظرف هايك بس إنه فيه غير إشياء حيوال فيها وقف عليها رئيس سلاً؟ أو للحكومات؟ الحكومات ايه، الحكومات ع كل حل هو وقتها تمدد للعماد أفوجي ثلاث مرات يعني مش مرة واحدة وكل مرة سنتين وسنين بالنتيجة مرحلة راحتو هايك بس تقلي إنه طبعي إذا ندمنع طبعي لا أنا مرتاح لطبعي إنه هكي لازم كون وهكي مرتاح كيف كنت المعربات طبعي خاصة بالمهمات هي المهمات بيقفروا للواحد إنه إذا مطوع ولا بيرفض ولا كيف طبعي يعني باتد المهمات كانت ناشها حتى لو كانت تكون ع حساب الشخص مش مشكلة المهم المهمة كنا عن علاقتك بالعماد بشلعون بفترة كنت فيها بالحرب وكنت هو قائد جيش بعدين كيف استمرت هالعلاقة؟ بفرنسا؟ بفرنسا إنه على الخفيف يعني مش إنه عليها إنه شوف ش إنه شو بدي يوزع مني شيرة وكذا إنه مش شغلت هالموضوع أنا كنت مركز بهذا الموضوع مآمن بالجيش مركز إنه وين ما حطوني ما كنت تفرق مع إنه أواتي حطوني محل منيح أواتي يكبوني محلك بس بكل محلات كنت أعطي نتيجة لأنه كنت مآمن إنه لازم ننتبه للجيش ونشتغل للجيش لأنه البديل إذا بدي يقول بنا نشيل الاحتلال السوري أو يطلعوا سوريا من البلد البديل هو جيش قوي وهذا اللي كنت عن نشتغل له إنه يضل الجيش قوي نضل ماسكين بالجيش بيوي بشكل إنه ما يكون في فراغ ولا يكون في مساحات لمجموعات مسلحة ترجع تسلم البلد عن جديد إنه يكون الجيش هو الضمان الموجودة واللي مستقبلية لأنه بصور المهمات أصعب وقت اللي بيكون فيه إنه كانوا يستعينوا بالسورية وقت بس وقت البطل في سوريا المسؤولية كاملة عليك كنا عن نشتغل على جيش يكون بعضر المهمات اللي ممكن تنطلب منه وبعتدي الجيش كان كانوا بعده جيش مميز يمكن الجيش الأول جيش بمنطقة الشارع الأوسط اللي خلص من مفهوم الإرهاب تخلص من مفهوم الإرهاب مش بس الموضوع يتكل على قوة الجيش يتكل على تضامن والتفاف كل الشعب اللبناني حول الجيش اللبناني سألقت الناس بالجيش الموجودة بلبنان مش موجودة بولا بلد تاني هالقد في هالقد الناس بيحبه جيش لأنه جيش جيش شعب منه جيش نظام ولكن ولا لحظة مفكر إنه أنا طيب على فلان وكيف بده فلان بعمل الجيش أو كيف بده فلان بنفذ المهمة بالعكس المهمة مصلحة الجيش ومصلحة الشعب ومصلحة الدولة هي كانت الأساس بتفكيرنا كيف لازم ننفذ وكيف لازم نشتغل حتى وقتك كنت حضرتك بالمغوير يعني كنا نشوف هالعروض اللي هلأ بتطلع مشوفها بالمدارس وبالمناطق كانت تصير كتير كمان هذي كانت تتقرب الناس ما هي الهدف منها مش بس الموضوع منه عرب الموضوع إنه الناس يوصقوا بالجيش أكتر والجيش يحب الناس أكتر طي يعرف حاله إنه جيش للشعب جيش للعالم إنه الناس بتحبوا بكل المناطق اللبنانية إنه نروح نمشي وان مكان إنه فينا نمشي حد السكني وفينا نمشي بالودي النهر الموت أو وان ما كان فيك تمشي بس نروح نمشي بكل ضيعة مع العالم بتالناس تحب الجيش تكل اللبنانية يروحوا مع الجيش على هالمناطق يمشوا يتعرفوا على المناطق لأنه بس نمشي بمنطقة بتحبها بس نمشي مع عالم بتعرف عليهم بتحبهم بيبطل عندك خاف من هالطايفي ومن هالطايفي ومن هالمنطقة وهاي المناطق بالصور تحس حالها مرتبطة أكتر بروح مفهوم الدولة اللي هو الجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية هذا المقصود معنو مقصود كان شو ولا بالفترة السورية نفست مهمات ضد العونيين كان يطلب مهمات منك أو كنت تقبط للعونيين بالحقيقة كنت تنفذ المهمة متل ما شوفها لازم تتنفذ مش مش قصة تقبط ولا طلبات لا على العونية ولا على القوات وكلهم بيعرفوا أنه أنا يعني حتى أهدا المهمات أنه كان فيه بيعملوا جناز بميفوك أنه عرقلون قطعوا الطراطة لأنتم مرة عرقل حدا مرة رايح تجنز لأبنها هذي الشغلي من نوع دي عندي أنه الأمور المبدعية عندي يعني فيه في عنوان أساسي هو الجيش والحفاظ على المواسس العسكرية بس الصور المواسس العسكرية تخربش باللصص هاودي بتكون عن هكي ضعف من هالة المواسس العسكرية وهذا الشيء اللي ما كان معبول أنه لا شغلتي عرقل ولا شغلتي أمد شغلتي أطبط وضع وخلي الدولة ماسك الأرض مثل ما لازم تمسكها بس مش إنه قد أشتغل السياسي وعمل تفنجات لمصلحة أشخاص أو لعرقل أشخاص مش هيدا المطلوب أبدا الناس بتعرف تاخد خيارات مثل ما لازم تاخدها وأنا لازم أمن الشجو اللي الناس تقدر تاخد خياراتها بطريقة بالممكن بطريقة صحية علاقتك مع العماد عون تقلت من العلاقة العسكرية للعلاقة العائلية بس اليوم بالنسبة لك مشهل عون مين رئيس جمهورية السابق قائد جيش السابق عمك السابق حدا خيب لك أملك إذا بدك تحضر له هيك توصيف اليوم العماد عون من هو بالنسبة لك إذا بدك التوصيف اللي هيك برتاح لهو قائد جيش السابق وهو دي كل صفات ما بيعنوا لك؟ مش مش هو اللي شفته رأي جيش السابق مش هو اللي كان آي جيش السابق شفته رأي جيش السابق بالمفاهيم زيته والمعايير زيته شو السبب؟ المحيط محيط موضوع عساسي مهم وغير المحيط البرنامج الشغل أنه تعمل دولة قانون ومؤسسات إلا هيك معايير ومواصفات أنه بدك تشتغل عساسة أنه ما شفته أكيد مش مش الحق عليه هو الحل حق عليه أنه هو اختاره بس المحيط هذا محيط هو اختاره ما هو بريحم المسؤولية يمكن ما بس يدحك عن المحيط كأنه عم يتبرق العمتان لا ما هو عن ما هو بريحم المسؤوليته للمحيط بس المحيط اللي يعني وقت المساعدة بيجي رأي جمهورية مفروض تخلق حالة من التواصل الوطني من الانفتاح الوطني تتعطى مع كل الناس مع كل الفئات بشكل كتير منفتح لبناء دولة قانون ومؤسسات مش لبناء دولة محصصات وتعينات وزبانية هدا الشي اللي ما شفته أول ما بلش بلشت المشاكل بلبي الجبل وبالباع وبالشمال وبالطرابلوس وما بعرف أنه بالنتيجة بدك تخلع مسيحة من الانفتاح الوطني تقدر تشتل وتنفس برنامج بلشتنا أول لحظة هاد المشاكل بالوقت زيته أنه ما شفت برنامج أنه بدي وصلني لكذا كذا كذا وصلنا لها المرحلة قطعنا لها المرحلة وصلنا لتاني مرحلة كله انحداري الشغل أكتر منه الصعود برأيك عماد عونتو وصل قدم تنازلات اتفاقه مع ساعة الحريرة اتفاق مع راب إذا كان الاتفاق هو محاصصات يعني مثل وكأنه نحن بنحكم الدولة والبيين زقيفة أكيد هي الدفعة التمن لأنه وصلت لمرحلة مفهوم حكومة الوحدة الوطنية مثل مركبيت صارت بطل في مجلس نيبي بطل في محاسبي بطل في ملاحة ومتابعة بطل في مناعشة موازنة أنه نحن عملنا اللي لازم نعملو أنتو خلص طلعوا صوتوا ومضووا وخلص الموضوع وهون بطل في توازن بين السلطات يعني صار يعني ما اسمه تعاون بقدر ما اسمه هيك وضع يد عكل الأرارات عكل الأرارات في أربع خمسة بيقرروا وانتهى الموضوع أنتو بتصوتوا اللي وصل البلد لهون يعني بالتأسف أول يعني هلأ أنه كان فيه رياض سلامي ومشكلة رياض سلامي والمصر في المركز كان فيه عدة محلات يعني الديوين المحاسبة كل أجهزة الرئابة بالدولة حتى المجلس النيابي ولا مرة صار لجنة تحقيق بالمجلس النيابي رغم الأشياء اللي طلعت على العلن يعني ولا مرة صار شي محاسبة نهاية يعني بتلاقي أنه كان رايح النمو بين حضار هلأ ما فيه رايس جمهورية ما فيه شي فيه نتفت نمو طب كيف كيف صار الشغل ما خلونا وما قدرنا وكيف ما قدرنا وصل الهلأ ما فيه رايس ما فيه شي فيه نتفت نمو يعني فيه نتفت نفسه الناس هلأ فيه جوت أقلم وفيه هو الدولة وإلى ما هناك من من الأشياء اللي أجت عجنب الموضوع بس موجود اللي كنت بتعمله أنا أنه يكون فيه سقف عيلي كتير هو سقف رايس جمهورية وما دون سقف الرئيس جمهورية ما حدا بيقدر يتخطه ولا حدا بيقدر يعمل حم حصة ولا حدا بيقدر يعمل تعينات ولا حدا بيقدر يعمل تشكيلات ولا حدا بيقدر يعين وقت بيكون هاك لأنه فيه مؤسسات للتعيين هي مجلس الخدمة المدنية فيه دوان محاسبة فيه التفتيش المركزي فيه الوزارات بتتراقب وتتلاحق فيه الليجين نيابية بتتشكل التحية الليجين تحية نيابية كل هادي الأمور البورمين كان ديره أنه مؤسسات الدولة بتحس ففيلتي اللي بيضبط الوضع هو الجيش والقضاء أنه نضرب القضاء وكانوا واصلين آخر فترة يجرحوا بالجيش ما فيني يقول أنه أنا تنوالت آيدي الجيش والجيش بي مأمن للموضوع بس تحكي آيدي الجيش معنية عن تهشم بالمواسس العسكرية عندك طرق تانية تتعطى مع آيدي الجيش إذا ما آيدي الجيش ما بترتحله ما بيعجبك هي بتتغير وتشيله لآيدي الجيش من خلال مجلس وزراء بس ما بتهشم بآيدي الجيش هو باليدي إنه إذا فيه شيء صح يعني عميد فيه صورة تقطت أول نهار من عهد الرئيس عون صورة جامعة للعائلة يعني الرئيس عون عائلته الأولاد أزواجهم والأحفاد هالصورة ما تكررت ولا مرة شو ما نعتكرار هالصورة ليه ما رجعت واجتمعت كل العائلة ولا مرة ما بعرف لا لا أنا جمعت الصورة ولا لا بس هيد العائلة شأنها ما بينها إلى حد ما تفككت بآخر العهد بلشت موحدة ببداية العهد أقله بالصورة بآخر العهد كان ينحكى عن علاقة بين بنات رئيس عون ملنا كثير جيدة أصهرة علاقتكن ما كانت جيدة ببعض وصار بعدين لحقا انفصالك كمان عن زوجتك شو اللي صارو هال سياسة ضربت العائلة أو الشخص ضربت السياسة بأعتقد الشخص ضربت السياسة بالموضوع إنه ما نحياني واحد يوصل للسلطة أول شي مشكلة الناس بيوصلوا للسلطة بيضلوا جرائن على الأرض بيباخروا وخاصة إذا هيك حديثي النعمة بيفطوا بالموضوع تكبر براسهم بالنسبة إلي هدا الموضوع إنه ما بينعملوا ما بيمرأ معي كل واحد عنده حدوده كل واحد طريقه حتى لو كان عنده أنه اليوم بيمرأ ناس وزراء بيمرأ يدات بيمرأ كذا طين يوم بيكون بالبات طلو احتراما إنه معيلي الوزير بس خلص صفحة وانطويت ما حدا بيفكر حاله بيوصل عند ربه يعني انطلاعا من هون إنه أنا ما بشوف حدا كبير ما في حدا كبير في العطاءات اللي بتعطيها أو العمال اللي بتعملها بمصلحة الناس ومصلحة الدولة ومصلحة المهمة اللي كنت عنا تشتر لعجلة هي بتنحسب لك بس هادي العطاءات اللي بتنعطانها وما بتقدرها هادي بتنحسب اللي بتنحسب لك بس عليك مش معك وبكل الحالات إنه مرأت أيام وفي أيام جاية كل واحد بينا رفع حياته علاقتك بنائب جبران بسيل ولا مرة كانت منيحة يعني كنتو عدلان كان في صداء شي مرة بيناتكن صداء لا ما في صداء في علاقة إذا بدك على الأد يعني كانت على الأد بالأول بعدين بطل فيه بس وقتا كنتو عدلان وبالفترة الأولينية ما كان في حتى زيارات بين بعض ما كان في شي بس لتق وقتا تلتق العائلة كلها إنه في زيارات يعني مش إنو يعني بس إنو وقتا تلتق العائلة مش إنو نروح أمو الزيارة شو بنا وين بنا نصار لالي وين نتعش إنو أنا كنت بغير بغير أجوة بغير جو إنو جو وقتا كنت بالجيش جو جيش ما أخلط بالموضوع وقتا اللي صرت خارج الجيش مثل هيك كانت موخر الجو بس كان رئيسك بمرحلة ما بالتكتل كنت عمش تتشغلت أنا ما كنت عمطلع من رئيس ما من رئيس لو كنت هل قدي مرتاح بالموضوع ما كنت تركته ما كنت تركته في كتير كلام في ناس بيعتبروا إنو العماد عون هو اللي أثر على صورة نائب جبران بسيل سلبيا وفي البعض يعتبروا إنو نائب جبران بسيل هو أثر سلبيا برأيك مين الأثر نائن المانحة بالتنين تأثير متبادل بما كان ما لأنه عماد عون ظلام النايب جبران بسيل وقتل بتعطي أنت جو زياد يعني لزوم لمحل بتكون عن تأثر على الشخص سلبيا وقتل أنت بتستغل الجو معين بتعمل هيك هيلات وعظمات ومدري شو كمان بتكون عن تأثر على الجو العام سلبيا من هيك عمبل لك اتنين اثر من المال في مجموعة معروفة بقلب التكتل مانة كتير مؤيدة لنايب جبران بسيل كنت تنسق معاها المجموعة أو كنت لوحدك تشتغل بس كنت بتتكتل بعدك مانة مؤيدة مش كفاية مطلوب مننا أكتر أكيدة لأنه بالنتيجة إذا في شي غلط مفروض تاخد منه موقف الغلط وتصححوا وتصححوا بالأخذ والعطاء مش ضروري بس لأنه تضل هيك تارك الجو لايز على فلان لايز على فلان بعت دمش كفاية شو اللي بيمنع هود النواي برأيك يخرجوا من الطيار وجود العماد عون اليوم بعت داك هلأ أنت بتعرفون أصحاب انتو هلن بتعرف أن يعطون دايش ماتنعين بالجو ما بعرف مين مثلا منهم ماتنع بالجو أنه يتاجم الجاش أو أيدي الجاش بظروف مثل هذه موجودة ما بعرف مين ماتنع حدا حكي شي ما حكيو بس يمكن أنت بتعرف أنه أنا عطون مختلفة طيب بكفة شو مطلوب منه اليوم مطلوب أنه في شي غلط وفي شي صح أنه شو مطلوب أنت اليوم جاي من خلفية عسكرية يعني شي التيار الوطن الحر أو مفهوم العونية جاي من خلفية عسكرية أكتر من هاك العسكر هو كان إذا بدك لأول جارفة طبعا وكانوا هني صح كانوا هني أنصار يعني مش اللي موجودين هلأ عم بحكي الناس اللي عكتاف ونحملوا التيار كفكر سياسي وكفكر وطني كمان أكتر منه فكر سياسي وصلت لمرحلة أنت عن تهاجم الجيش عن تهاجم أيدي الجيش وكانه الجيش عن يهرب وكانه الجيش ما بعرف شو معناتها عن تسحب الروح طبع الوحدة بقي الهيكل طبعا وقت تسحب الروح بتعرف أنت أنه بيهدي الهيكل نطفي وبعدين بفرش شو ناطرين شو ناطرين هني يقشط كله هلأ بالنتيجة الشي بيخصون أنا ما بس هكي سؤال بس اليوم شو موقفك من هيدا الخلاف بين نايب جبنان بصيل وقائد الجيش عمين بتحط الحق أنا مع الجيش أكيد ومع قائد الجيش ومع عايد الجيش قلتلك عايد الجيش أنه في طرق بتشيل عايد الجيش بس ما بتجي تهشم صورة عايد الجيش أنت لأنه طلع بيلك طبع ما صار له سبع سنين عايد الجيش أنه وين كنتم أنتو كنتوا السلطة شنهار سمعت حدا حكي عايد الجيش بس سبع سنين نعم شوف أياهم هلأ يحكوا عايد الجيش لأنه بتأيد قرار التمديد لقائد الجيش ولا كان مفروض لا أنا مش مع التمديد يعني ماني مع فكرة التمديد يعني كفكرة بس بالنتيجة وصلت لما حل بدك حل شو الحل تعينها ضابط حي الله ضابط في الجيش لا فيه أنون بالجيش فيه أنون الدفاع بدك تلتزم فيه اليوم لو كنت حضرتك بمجل نواب نايم كنت انتخبت العمد جوزفحون برئاسي أو عندك مرشحة آخر فيه كتير عوائق قدام هاي الموضوع يعني فيه عائق أنه وقت العمله سنتين هون فيه مشكلة كبيرة يعني هون فيه مشكلة إياد الجيش ورئاسة الجمهورية يعني كل مرة عنا لها بالقصة زيتها وقت العمله سنتين كنت مدروسة سنتين أنه أيدي الجيش يضل أيدي الجيش ما يكون مرشح رئاسي هلأ فيه مشكلة هون مش هنقول عن العمد جزيفة هون بالمبدأ عطول يعني حتى مع العمد أهواجي مع كل العالم أنه عم بيكون آيدي الجيش سنتين آيدي جيش وأربع سنين مرشح رئاسي جمهورية وهذه الشغلة عم تقزي جيش وعم تقزي الجمهورية وعم تقزي إذا بدك الشراكة الوطنية لأنه عم بيكون فيه فراغات وإنه مش موجود رئيس جمهورية ومعروف أنه التركيبة تركيبة طايفية هون ولاحقينها وطنيا وطنيا بتصرفاته الوحيد وطني مش بي نعمه اللي بتجي بيبقى وطن بانطلقا من هون أنا مش مع الانتخابات بطريقة هايدي أنه مفروض يكون فيه حد فاصل بين إيهات الجيش وبين انتخابات رئاسي الجمهورية خلينا نرجع لموضوع عائلة العماد عون زي ما نحكي عن نحمل شخص واحد مسئولية ما حصل للعائلة ككل مين نحمل المسئولية عماد عون مش شبران بسيل تفصيل بس العنوان الأساسي هو بتحمل رب البيت ولا بتحمل بس في سؤال أكيد بالشخصة مش بالأعلام ليه شو صر هالمحبة من عماد عون لنايب جبران بسيل كنتو ثلاثة أصهرة ليه جبران بسيل حتى صار يفضلوا على بناتو مبارس صرحت أنا ملا بالدور الصهري يعني مظلو أنه كنت كنت اشتر شغلي بعيد عن هذا العموان كنت موجود بالعائلة مش هالقدي يعني ما تفكر أنه في عادة عائلة أنه بتتناقش بس اليوم عميد إذا كان زوجتك سبقك كلودين عون أو أخت لا تسر لك الموضوع لأولو رأي لعماد عون واجه نيب جبران بسيل قال له رأي آخر برأي مين بيمشي بيأخذ رأي جبران ليش ما بعرف أنه في أسرار بينه عطول يعني ما يعني ما تتت به الموضوع بس شوف أنه مثل أنه حدا يخبع حدا شي أو في أسرار أنه يستفلوا بالأسرار ما عد يعني للموضوع بس كان لافت كمان أنه بالإدخبات النيابية الأخيرة كلودين عون ما صوتت لجبران بسيل ما صوتت لصهرة وأعلني تالشي ما صوتت لليحة بما هي زيتها هذا لأنه مركب بس كان فيها هو بالمنطق بتحط تفضيل لجبران بسيل بتحط صهرة ومش مضطرة تعلن أعلني تالشي شو السبب شي بينه وبينه ما بعرف ما 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 اعتمد بالتصويت بس كان في عدم رضا واضح من ميراي وكلودين على جبران صح ويمكن بعضه وبعضه بس كانوا يقولوا له هالشي للعمدعون أكيد يقولوا له بس أكيد مش بحضوري أنا أنا ولا مرة حضرت جلسات منقشية عن هذا الموضوع أبدا بس بصراحة ما كنت تحرد لا لا أبدا لا أنا أنا بحكي رأي أنه رأي مش ما تنع بالشي اللي عم بصير بس كانت تأثر برأيك مش ضروري مش ضروري لو لو كانت تأثر برأي ما كنا وصلنا لله وصل لنه بس موقفك السياسي أنا بأي لك يعني هني عندهم هذا الموضوع ما بدي فوت في كثير بس هني عندهم أكيد إنه باي وعلاقتهم باي إنه أكيد شغلة أسية ومهمة بس واضح عدم رضاهن عن جبران بس موقفك من عماد عون أثر بمكان ما على علاقتك الشخصية بزوجتك أو لا على بعض هلأ بظال يأثر لأنه يعني بمحل ما بيعتبره إنه هكي رحت لبعيد بالموضوع أنا عمليا ما 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 من النوع اللي بحكي كلام شو ما كان أو بتطاول يعني ضلات كتير ريزرفية بهذا الموضوع مع إنه الأخطار كبيرة وعظيمة ونتيجة كارثية وكان لازم بتكون نتيجة عظيمة للبلد والدولة والمؤسسات الأمل كان كبير إنه النتيجة بمحل فضات اللي عندك وفلات لا لا ما في مشكلة ومن بعد ما صار أول شي لا أنا بحكي وله بيسأل بس ما ما جرى بيستوضح منك شو سبب الخلاف يعني مع بنته بالنحية بالنحية الشخصية حتى لا لا بالنحية الشخصية أبدا ما ما تعت حتى بالنحية السياسية إنه ما 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 تعطى بالموضوع لأنا قلت له له ويسألني في فيديو انتشر من سنوات لأبنك عم يجرب كان هكي يغنجوا جبران بسيل شلوا إيدو فيديو انتشر من كم من كم سنة شو مأثر فيك لهايقه هو طبع هاي أثر فيك ابنك لهايقه بس بيكون مثلا حس حدا هيك رياكسيون طبيعية إنه من ولد أو سمعكم عبتحكم بالبداية إن شاء الله عندي لا مش عهاكي بربي بالعكس الولد اللي بيتربع على الحاج بيطلع جبان بينما اللي بيتربع على الساقة بيطلع بس مكرا إذا أولادك طلعوا عونية مثلا بيطلع بيختار لبدو ما عندك مشكل لا ما بعتقد بس فيش ما بتاعت إدواسي عميد تجربة الانتخبات النيابية الأخيرة أول شي لا مع فريد الخازين وتاني شي نحكى كتير إنه ممكن ترشح كنت بالمتن مش بكسروان وتلقات عروض صح نطرح بتفكرة المتن وكانت فكرة منيحة بس إنه أنا هيك إلتزاما مع ناس انتخبوني بالمرحلة هيدي إنه مفروض تكمل بكسروان مع أنه نيب نيب بكل البلد إنه وقد كنت مجلس النيابية كل شي قدمت اقتراحات أونين وشغل ما كنت عم بشتغل لمنطقة أو بقدر ما كنت عم بشتغل لبلد أو لمؤسسات أو لدولة لدولة ضلات أكسروان إنه تكون هيك وفى لأصوات اللي عطيونيها قبل وأعرف أنا الجو اللي موجود هلأ نيل الخيارات اللي كنت بتمنيها أنا خيارات مستقلة مية بالمية بس الأشخاص اللي كنت بحبة عمل معنا خيارات مستقلة مية بالمية ما كانوا جهزين لهذا الموضوع ما كملوا وصارت هون النتيجة أنا ترشحت الساعة ونصف بالليل يعني آخر وقت نتيجة هيك إصرار الشبيب صارت هيك ومش مشكلة إنه الموضوع داش محط ضغط لطلعت النتيجة هيك ما ما بيأسر يعني الموضوع المهم إنه ضمير مرتع بس بيانيت إنه بالنهاية كان في حرب غير معلنة بينك وبين جبران بسيل انتصر آخر شي هو ما في مشكلة المهم ينتصر البلد ما بعرف إذا معه انتصر البلد إذا بكرة جبران بسيل عمير رأي جمهورية شو بتقول ماشي يبيع رأي جمهورية شو بيصير بالبلد شو بيصير بالبلد بيكمل نزول لأنه هو صبب أساس من اللي صار بالبلد اليوم عم تعجب عم تعجب بانت مستمع عابل لا بس أنا عم تقوص بسقف عالي مش عنا نحكي الواقع شو سقف عالي اليوم مستقبلك السياسة وين وموقعك سياسة حاليا وين يعني بعدك بالسياسة أو قررت بعد ممكن ترجع تكرر تجربة الانتخابات نيابية مش مش بعدني بالسياسة وقررت بعد أنا بعدني ما بتخد مودة بيكون بعيد عنها يعني مني جاي عم نشتغل سياسة للشوء أو للبريستيج وإذا في إمكانية للشغل وطنيا تتعطى مع الفئات وطنيا أوكي إذا كان بدأ تكون هيكي مثل ما موجودة هلأ بكرة تخلص الحرب ويبلش المحاصصات ويجي رأي جمهورية أوزع عليهم ومدر شو إنه هيدا منو منو موضوع وطني لأن الناس أو بتأمل إنه بعد الحرب اللي صارت بعد كل هالأمور اللي صارت بعد هالشهداء اللي اندفعت إنه ترجع بلد الناس تركن للمؤسسات أكتر ما تركن للأحزاب لأنه عندك هون أرضية مهمة بالبلد عندك المفهوم الحرية مفهوم المواطنين الشرفة مفهوم الشعب الزكي مفهوم التنوع ضمن الوحدة الوطنية موجود بس مين اجتاحوا هيدا المفهوم السياسي أو السياسي الموجودين الطموح طبعا أنه نرجع نرد الأمور مثل ما يجب تمشي يعني الدور اللي يجب يلعب البلد السياسيا الدور يجب يلعب السياسي تيوصل البلد يلعب دور الوطني ما بعد قطر أنه عند إمكانية تلعب دور بالمنطقة العربية أكثر من لبنان أو الأمور التي تصير هلأ أنه بعد لبنان كان ممكن يلعب دور كتير مهم على سعيد منطقة الشرق الأوسط هذا الشيء المنحلم فيه بس إذا بدأ ترجع القصة أنه توزع دور السياسية وتعطيهم بالدولة كل واحد حسط كل واحد تعيناته لم نصل للمحل هذا صرت شيء تزهور بهذه التركيبة مع اليوم شعار الجيش هو الحل الجيش هو ضرورة أول مرحلة لازم نحميه بعده عن السياسة مش نفوت بالسياسة عماد جزيفون عمبي بعده عن السياسة قد ما فيه قد ما فيه بس فيه صعوبة الموضوع فيه صعوبة أنه واحد يكون مطروح مش عاني قوله ويطرح حاله هلا هو مش عاني قول لا يعني بس يكون مطروح للرئاسة الجمهورية ويكون أي جيش بذات الوقت أنه فيه كتير أمور بيطر رعاية فيه كتير أمور بيطر يصير فيها هو مش منطر يصير حدا منطر يصير الشعب اللبناني يحافظ على يحافظ على الارض على البلد في مستقبل الجيش اللبناني لقدام يعني فيه أمور كتير رح تنطرح أمور الجنوب أمور المؤومة أمور العلاقات الدولية مصالح الدول منطقة الشرق الأوسط أمور الغاز كل هالأمور المطروحة بالبلد بدك جيش قوي بدك مفهوم جديد لقوة لبنان بدك تطلع شو استراتيجية الدفاعية بتخلي اللبنان أقوى هل ترى أنه هذا الجيش اللي بدنا يكون قوي والضماني لقدام ولا مين الضماني هلأ مين عاي تعطى بإعضايا الجنوب يعني تعطى حزب الله شو بدنا نعمل بأصص حزب الله أنه وقع شعبي وسياسي وحاطت تضحيات وكذا بس فيه كمّل البلد بطريقة ولا فيه دي بيجي لازم تنعمل تحافظ على قوة البلد وبالوقت ذاته تحافظ على كل الشعب اللبناني بس حدثت كيف كنت عمل مع موضوع حزب الله يعني اليوم فيه جيش وفيه مؤسسة بس فيه جسم آخر كمان موجود ويام عم يأثر عرارات الجيش وعلى صرفاته ما كان فيك أنت كالمغوير تعمل كنت مهمات مثلا صارت مهمة عرسيل وسقطت المهنية فاق وصار اللي صار نسات مع حزب الله تطلعنا لفاق ما نسعنا مع حزب الله بالعكس نحنا كنا ضماني لكل الناس وتطلعنا لفاق الجيش بده يقوى أكتر وصور الروفسيونال أكتر ويشتغل شغله أكتر من ضمن مفهوم استراتيجية الدفاعية بالنسبة للوضع تحسن قدرت قدرت البلد أكتر عسكريا من خلال المفهوم استراتيجية الدفاعية وقرار السلم والحرب بإيد الدولة شو ما بيكون الشغل الأحسن وهون بده الموضوع بده انفتاح ما بده انغلاء يعني ما بدك تعمل بالبلد أنه مسيحية ضد الشيعة أو الشيعة يقلين البلد نحنا بدنا نبه في مواجه تول مش بالعكس انفتاح خارجي تتقدر أكتر شيء ممكن تتعطى مع كل دول برا تتأمن البلد من جو وبالوقت زيته البلد داخليا تنفتع كل الفئة اللبنانية بشكل تتحول كل إدرات الطاة الفئة اللبنانية لمصلحة الدولة والمؤسسات لأنه كلهم سوا مستقبلا مصلحتهم بمفهوم الدولة والمؤسسات بس طريقة اللي عانيشتغلوا فيها طريقة يسلوا الناس عبعضها بشكل أنه تصور البلد قابل التفجير بأي لحظة اللي كان مش هيدا المطلوب أبدا يعني تبشو المنع خلال كل عهد الرئيس عون تتطبق أستاتيجي الدفاعي يعني طلب فيها ببداية عهده طلب فيها بنهاية عهده بس بكل عهده ما نحكى فيها ما نحكى فيها أبدا هون الموضوع الأساسي أنه كان مفروض أن نحكى بهذا الموضوع بكل حالة مرأة هذي اللي بدنا نحسب عهد الميدان هده عهد ومرأة وانتهى الموضوع هلأ في وععة جديدة بالبلد في تطورات جديدة بدأتصير يعني في عندك إذا بدك هايكي شربكي بالجو الأكليمي وبالجو المحلي أنه بغزة أنا بعتبر الإسرائيلية أكتر نسمح شورين لا عارفين يقدموا ولا بيقدروا يقدموا والنيها قبله وبعرف أنه ما بيقدروا يقدموا بقى ولا بيقدروا يرجعوا يعني عندك بجنوب هون لا فيك تعمل حرب شاملة ولا فيك توقف الحرب بيبدك توقفها إنه فيه لألف سبعمية واحد هو المخرج يعني بس هونيك شو عندن إنه إذا رابط حالك بغزة شو عندن مخرج يعني بدك بدك مؤتمر دولي جو أكليمي طويل عريض أو جو دولي طويل عريض شيف داش فيه موفدين تقدر توصل لبداية حل إنه كيف بدوا يبلش الحل وهون نحن مفروض يعني قد ما فينا نشتغل عن كيفية نقدر نستفاد من الوضع الموجود وكل موجودين على الطاولة بيننا ما بدنا يعني فيه كتير ناس بسمعون عم بيحكوا على الألام وفي البرامج إنه الشهداء يعني روحوا دعان أو الحرب بجنوبها ما فينا نحكي بها المنطق هذا بالنتيجة فيه ناس عن تموت دفاعا عن البلد مش عن يموتوا دفاعا عن محورة أو خطوط معينة عن يموت دفاعا عن البلد مفروض دمهم يستثمر لمصلحة البلد لمصلحة كل اللبنانية استثمر لمصلحة البلد لمصلحة كل اللبنانية إذا بنقدر نوصل لمرحلة متل ما عم بينحكا ومتل ما لازم ينحكا إنه تحرير النقاط التلتعاشي اللي فيه خليفة عليه وتحرير المزارع شبعة واستثمارهم وطنيا لكل الشعب اللبناني هذا هو مفروض يكون طموح كل اللبنانية نقدر نوصل البلد والتركيبة السياسية متل ما قلتلك إنه تركيبة وطنية بالمعنى الصحيح مش تركيبة استغلالية وهون في دور كبير لحزب الله إنه رح يكون نتيجة اللي صار اللي عم بيصير عنده فائد قوة هيدا فائد القوة لازم يتحول وطنيا ما يتحول إنه اليوم شو رسالتك لحزب الله إذا بك تقدم له النصيحة شو بتنصحه إنه أكيد بقدر كتير الشهد اللي استشهدوا عنده بعتبرون دمهم راح دفاعا عن الأرض اللبنانية بمواجهة عدوه العدو الإسرائيلي دمهم لازم يستثمر وطنيا تا هيك إذا بدك ينبت هيك مستقبل لبلد واعد وزاهر لأنه حرام يروح دمهم وكأنه دم لفئة معينة أو لمحور معينة بفهم إنه عندهم البعد الأكليمي مهم كتير بس البعد الوطني ما حدا فيه يعمل أي شي خارج إطار البعد الوطني اللي مهم ضمناتهم الوطنية كتير مهمة وهي ضمناتهم الوطنية بيكون بانفتاحهم أكتر وبيتعطيهم مع كل الشعب اللبناني هذه بدها عملية إصلاحية ضخمة يعني من أنه الانتخاب لغيره لتقدر توسل طبقة سياسية تحافظ على البلد وعموثيات البلد غير الطبقة اللي وصلت البلد لهون لأنه هايدي الطبقة زيتة راح تكمل بزيت المنطق اللي عم تشتغل فيه وللأسف إذا بيجيروا لهم كمان أنه الأمور الوطنية لمصلحة الأمور الأكليمية هون صار عندك الطاصم الجبني بالداخل وفتح أكتر للخارج أخيرا عميد قلت لي أنه ما صار في حكة أنت فصلته عن العماد عون بدون كلام اليوم إذا بك تقل له رسالة لعماد عون شو بتقل له يعني بعد العهد اللي قضى وبعد اللي صار إذا بدي قل له رسالة بقل له إنو الإشاء اللي عندو إياها اللي بيقدر يعملها يرجع يرد وطنيا غير ما حوالولو إياها طائفيا لأنو طائفيا مش هايدي الصورة اللي بيبين فيها قوة العماد عون اللي كانت الناس تراهن عليها كانت الصورة الوطنية مش الصورة لدخلو فيها اللي هي الصورة الطائفية والمسيحية وضد هدا ومع هدا هايدي مش الصورة اللي كانت الناس بتحلم تشوفوا فيها بعد في وقت بعد في وقت يحاول الأمور وطنيا أكتر وهيدا كلها بتتجلب الانتخابات الرئاسية وبالظروف الممكن تيجي لا جبران بسيل شو بتقول ماشي اللي عملو كفاية عمي تشيبروكو شكرا لألك يعطيك العافية ممنون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة